موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم في حلقة جديدة من حلقات العيادة والليلة هنتكلم عن موضوع مهم وهو الإدمان في أولى فقراتنا عن التغذية العلاجية وضيفتنا أستاذة فيحاء صلاح الدين هنتكلم عن التغذية العلاجية للمدمن وهنتكلم كمان مع بروفيسور اللي هو الجمل عن الإدمان بصورة عامة وأنواع المخدرات وإدمان أكثر من مخدر أكثر من نوع المخدر وهنتكلم عن تأثير المخدرات عن الصحة العامة وتأثير المخدرات على الأسرة وعلى الجنين للمرأة الحامل وكمان في فقرات صحة وخطأ هنتكلم عن أعراض كثيرة للمدمن كيف نعرفه وكيف الأم تحيس إنه ولدها في البيت أو بيتها دخل لدائرة الإدمان كمان هنتكلم عن تأثير الإدمان عن المصهر العام عن البشرة على الشعر على العيون وغيره وهنتكلم كمان في فقرات الصيدلية عن نقاط مهمة جدا جدا ياريت تكونوا معانا عشان تستفيدوا من كل فقراتنا ويلا لأول فقراتنا مرحبا بكم ومرحبا بكل الإنظام ولمتابعة برنامج العيادة وأول فقراتنا التغذية العلادية زي ما عارفين 26 يونيو اليوم العالمي للتوعية ضد المخدرات يوم مهم جدا في حياتنا وفي حياة كل أسرة المخدرات أصبحت واقع كثير من الأسر بدعاني من أن يكون فردي من أبناء يعني مدمن دي مشكلة كبيرة جدا تتأثر كل الأسرة هنتكلم في حلقتنا الليلة عن حاجات كثيرة بتخص المخدرات هنتكلم الأعراض الأساسية وأنواع المخدرات والمخدرات في السودان وهنتكلم عن التغذية العلاجية وهي جزء أساسي لمريض أول زول المدمن لازم التغذية العلاجية يكون عندها دور مهم جدا دل هنتعرف على الليلة في فقراتنا وضيفتي للليلة أستاذة فيحاء صلاح الدين نوح أستاذة تغذية العلاجية أنا سعيدة جدا أنها تكون معانا الليلة في فقراتنا وأول سؤال لك يا دكتورة فيحاء التغذية العلاجية هي ذاتة شنوة عشان نحن نعرف بعدك دورة بالنسبة لزول المدمن التغذية العلاجية التغذية هي أصلا استفادة الجسم من المواد اللي بيأخدها من الأكل بتاعه نعم مثلا زي الفتمينات والمعادن والمياه وكل الأشياء دي الجسم بيستعملها لشان يقدر يعمل نشاطاته اليومية أيوة فالتغذية العلاجية دايما بتكون في المستشفيات أو في مناطق الليدمان أو التوعية من الليدمان أو الرجوع من الإدمان بتكون حسن واحد يقدر يعني على حسب مرضه على حسب الدواء اللي هو مدمن عليه أيوة طيب فالتغذية العلاجية بتكون على حسب العية اللي بيكون مثلا ضغط أو سكر أو ممرضة الكلا فبكون في ده فيه أكل معين الواحد مفروض يأكله لشان جسمه يقدر يتخلص من المواد السامة ويستعمل المواد المفيدة أيوة لكي نحن نسميها لغاية التغذية العلاجية التغذية العلاجية لأنها متبطة بمرض أو متبطة بدواء معين الجسم المفروض يمتصاد نعم الزول المدمن بعض مرات بتتغير فيه حيات كتيرة يا أستاذة فيحة بتغير طبعه بتتغير عاداته الغذائية سلوكه معناه سلبيت طريقة جرايته فإحنا داينا نشوف من ناحية من ناحية التغذية يعني هل بيأثر الإدمان على التغذية؟ بتحبط داما لوحد المحتمد على نوع معين من الدواء بيغير طريقة التفاعل داخل الجسم فتلقى الواحد مثلا بيأخد نوع من الدواء بينويه مسافات طويلة أيوه تلقاه فوت مثلا الفطور فوت الغداء مثلا دي فوتت معل الجسم أشياء مفروضة يأخد في الوقت ده صح عشان يقدر يعمل نشاطه اليومي أيوه فيه ناس نور الدين بيصحب مسافات طويلة أنا حسب لهم الحاجة المدمنين عليها فيه حيات بتخلهم بتكون بيقول عليها بتكون نالم الواحد واعي كل النهار وكل الليل أيوه لكن معظم الأدوية اللي هما بيحتمدوا عليها المدمنين بتكون دايما بتكفل للشهية مهم وبتخلي النوم يكون متقلب يعني يا بيقى نومه كثير يا بيقى نومه بسيط صح تخير بعمله صداع تعمله طمام تعمله انخفاض في الضغط لأنه الأكل ما بيصل للأعضل لجسم كله نعم فتلقى العضلات بحت الجسم بيقى تمرغية المخزات بيقى الأكل ما واسط بيقى ما قادر يودي التعليمات لجسم باقي الجسم صح تلقى الدم اخفاض الدم نزل فتلقى الإنسان دايما بيكون في حالة بتاعت فتور بتاعت انزواء كده أيوه صح اذا دي كلها اترابات بتأدي يعني اذا كان عنصر غذائي واحد عنده أعراض كتيرة جدا فما بالك انه الزول المدمنين يكون نايم طول النهار والليل وفاقد كمية من الحاجة مثلا فيتامين أليف وثي أو فيتامين سي وفاقد الفيتامين دال فدي كلها يعني بعد مرات يعني بيجي لنا الزول المدمن دا عنده حاجات قسادية عضوية تانية صح يا دكتورا بيفجدها كتير طيب لو انتو في مركز بتاع تأهيل أو إعادة تأهيل لزول المدمن يعني عشان يوقف الإدمان وكده جانب التغذية هل بيلعب دور مهم وانتو بتعملوا شنو في التغذية حقته يعني مثلا وهل بقت يا دكتورا في مراكز للعلاج من الإدمان وهل في جانب التغذية العلاجية دي مقدم هنا في السودان زي ما عليك نحن الزول المدمن أهم حاجة في تفكيره هو إنه يتحصل على الدور هو العايزه عشان يقدر يتحصل على الحاجة بيأخده منه النشغل المعينة هو بيأخده منه فآخر الهمه بيكون إنه يأكل شنو ويأكل بيتين فديه بتأثر على جسمه كثير يعني هو الحاجة اللي بيختار لأكل الجسم بتكون حاجة بس تكفي للجوع أيوة لكن ما بيفكر في إنه هو حياكل مادة أو حاجة بتكون إنها مغزية لجسمه فتلقيه فقط كثير بيأخد منهم يأكلوا دهون كثيرة فنسر مدمنين على كوكاين مثلا تلقي جسمه ما ممتصل للدهون كويس لكن بيخلي الجسم بيأكل الدهون وبطلعه طوالي فيه نوع تاني من الأدوية اللي هم بيحتمدوا عليها بتعمل نوع من الطمام الواحد بيستفرق طوال بيستفرق كتير أي سلام فدي بدأ غلل الواحد يكون ما مقدر يعني عشان كده في المحناطق بتاحت الريهاب دي أيوة لعدد التأهيل لعدد التأهيل دي نعم بيجبوا أول حاجة بالأكل لأنه حالة الانسحاب أول ما يجيبوا الواحد للمناطق دي تحت المستشفيات مثلا أيوة بيحاول يسحبوا الدواء من جسمه المدمن عليه لا نعم فأول ما يحاولوا يسحبوا الدواء من جسمه اللي عراب بتصخر إنه بيجي يعمل رجفة مثلا أو عرق أو كده نفس الطريقة الواحد لما يكون ما فاجد جزء من الأكل بتاعه المهم صح تلقي عنده رجفة تلقي عنده عرق تلقي عنده عدم شوف كويس كده الترابات زي دي نعم فدائما الناس ما بيعرف يفرقوا بيطوان الواحد يكون هل هو مدمن أو هل هو بس جعان يعني فالواحد لو انتظم الأكل حقه في الأول نعم بعد ذاك بتجي كل الحاجات التانية إذا هو عنده مرض مصاحب للإدمان إذا عنده إدمان بس كلها بتتفرق بتين بعد ما ينظموا له الأكل بتاعه نعم على حسب سنه على حسب نوح هل هو زكر أو أنسة على حسب طريقة حياته هو جاي من يتو حتى في السنوي العالي في السنوي العام صح ده كلها بتأثر على هياكل شنوب بتين وكيف نعم وتاني حاجة ناس في المحلات بتحت التوعية دي وكده والمستشفيات الواحد بيكون زهجان وما عايز إيجيه يعني هو بكون عايزة تعالج فعلا لكن الدواء نفسه زي نقول لك نفسه أمره بالسوق صح فبكون دائرة دواء بتاعه صح فلازم الناس في المحل يخلوه يغير السيستم بتاعه يدخل له الرياضة في المسلمة مثلا بيحب إلعب حاجات تشغله صح أيوة نعم بيحب الرسم بيحب الموسيقى دي بتخليه أنه يقدر يأكل وبتخليه يقدر أنه يننسى شوية يفكر في الحاجة المدمنة دي يعني طيب في مواد غزائية طيب محددة نقدر نقولها لازم تكون متواجدة في واجباته الثلاثة بتنصح بيها لذول مدمن مثلا ماذا يريجي المركز أهله خايف يعني في كده أسر ماذا تجيب عيالة لأولادها مثلا لمراكز معروفة والعلاج ده بتنفي البيت يعني خصوصا لو كانت المراحل مبكرة يعني بتنصحين بأغذية محددة للأسر اللي بيسمعونا فأنا بفتكر أنه الواحد لما مثلا أم تفتاه يشوف أنه ولده عنده أعراض غريبة أو دايما منزوي براه أو كده وحست بأنه ممكن يكون عنده حاجة زي دي تحاول تخش في حياته صح يعني ما تخليه تضغطه شديد كمان لكن تحاول تغليه وإنه يجي مثلا وقت الفطور تعال هكذا فطور حاجة اللي بيحبه ما تفرض عليه أكل معين الحاجة اللي بيحبه شباش أنت مرقه من الزهجر أيوة صح بعد ذات لازم تفكر في أنه كله أكل بيجيبه يعني أنت وخد مثلا فطور يكون فيه حاجة من الفواكه حاجة من الخدار حاجة من اللحمة بكرة تخطي جداد بعد بكرة تخطي سمك لازم تكون الحياة كلها متكاملة مع بعض متكاملة يعني زم أنت تذكر في المرحب دون الهرم أيوة الهرم في كل وقت بيكون في جزء من كل الحاجات دي متوفئة متوفئة اللي هنا شويات منها جزء لأنه بتدي الجيسة مقطاقة بتاخته السكريات الضيون كده لو ديتي الولد سأنا الطفل ما بيحب حاجة معينة عندنا أطفال مثلا ما بحبه مثلا نقولي الرجلة خلات ديب حاجة مختلفة مننا مثلا ديب الجرجير نفس الحاجة الخضرة الغيمة الغذائية لكن بس في حاجة ثانية في حاجة مختلفة نعم ودائما واحد يحاول يبدل نعم ولولي يقول رياضة دخلوها لدائما الأولاد أو البنات دائما البنات بيحاول يعني الأممات بيخلوهم يكونوا جوا البيوت لكن ياريت لو يقولون نوع من الرياضة يطلعوا يلعبوه مثلا محل بتاع جيم أي حاجة أي تغيير يخلي الواحدة تطلع من لأنها تفكر في أنها تاخد حاجة حاجة من الإدمان أو كيلة لبووز لها حياته والمستقبل طيب أستاذ زفيحاء هل في علاقة ما بين التغذية والمنشطات دائما ناس بتخلط بين التغذية والمنشطات المنشطات هي دائما الناس بيحاولينهم يعملوا عضل بسرعة يكون عندهم منافسة مثلا عندهم جيري عندهم رفع أسقال كده عايزين يعملوا عضل بسرعة لشان يمشوا يفوزوا نعم فلكن العضل اللي بيجي بسرعة بروح بسرعة بسرعة وبعدين فيه أثار جانبية أثار جانبية بتعمل تخضحهم لغدد معينة في الجسم وبتعمل ضمور لغدد أخرى ما مننصح به إذن أنا منصح بأنه الواحد يكون عنده أكتر من وجبة في اليوم بسرعة خمسة وجبات ثلاثة أساسية واثنين سناق أيوة نعم ونفس الوقت يكون تدريبات يوميا منظمة وصحية وطبعا الموية أهم حاجة الموية لأنه يتخلي الجسم يصمر في أنه يشيل الدم من فوق لأتحت ويسمى الجسم كله يطنه أحسن من أنه يتخذ ليك دوة يديك عضل سريع ويروح منك سريع ويعمل ليك عراض جانبية نعم ده كلام مهم جدا لكل الناس اللي عنده أبناء لغدر الله دخلوا في دائرة الإدمان في مراكز يعني مؤهلة لشان نساعدهم إنه يطلعوا من دائرة الإدمان دي وهنتكلم بالتفصيل كمان في حلقتنا عن المدمن كيف نكتشفه والعراضة المهمة تأثير الإدمان على الجسد وكده ودي كانت فغرتنا مع أستاذة فيحة صلاح الدين نوح يستشاري التغذية العلاجية وهي مزئولة التغذية في اللجنة الأمبية السودانية احنا ساعدين بك جدا أستاذة فيحة وإن شاء الله تكونوا يستفيدتم من فغرتنا ونمشي خليكم معنا في الفغرة الجاية في فغرتنا هنتعلم عن كثير من العادات أو التغيرات اللي بتحصل للزول المدمن وكيف الأم تقدر تكتشف أو الأب احنا بنقول الأم لأنها يعني أكثر تواجدا مع أبناء داخل المنزل وأكيد بتنتبه لكل التغيرات بتحصل للأبناء في فترة المراهقة بالزاد بتحصل تغيرات كثيرة فالناس بتلخبطها مع التغيرات الممكن تحصل لزول المدمن فياريتل إحنا لو انتبهنا للنقاط دي لأنه بيساعد إنه إحنا نكتشف الإدمان بدري قبل ما زول يدعود على المخدر وقبل ما يذبح مدمن صعب علاجه أصلا كثير من الأبناء بتتغير سلوكياتهم يعني ممكن يكون اجتماعي جدا وفجأة بنجي نلقاهه بيقى منزوي أو بيحب يقعد مدة طويلة براه ده بدو قلينا نغوص الخطر في إنه إحنا ننتبه للتغير السلوكي في إنه بيقى ما اجتماعي وبيقى بيحب يقعد مسافات طويلة براه ده من النقاط المهمة جدا التغير السلوكي يعني فيه ناس بيبقوا شرسين جدا في التعامل أو بيبقوا بيسحجوا سريع جدا وممكن يكوركوا يصرخوا في أدفه الأسباب التغير السلوكي ده ياريت برضو لو إحنا انتبهنا له أو الأم انتبهت له في البيت فيه حاجات ثانية مهمة جدا حتى الاحتناع بالمصهر الخارجي يعني زول المدمن بيكون كل همه في إنه كيف يلقى الحاجة المخدرة دي والمدمئ اللي يتحصل عليها وإنه يأخدها فبيهم المصهر العام حتى الشكله وهدومه حتى الحاجات الخاصة يعني مثلا السواك الغيره فبنلقى إهمال شديد من الجانب المصهر ده وياريت كل الأمهات برضو تنتبه للنقطة دي وده نقطة مهمة جدا جدا في تغيرات حتى غير المصهر العام وإهماله للمصهر العام في حاجات في جسمه يعني بنلقى إنه المدمن فيه ركفة شديدة في يدينه بتحصل الركفة دي وبتكون واضحة للأم إذا كان قاعدين مثلا يأكلوا سوا أو إذا كانوا كده تنتبه لحكاية الركفة اللا إرادية في اليدين بالذات أو في جسمه عموما في حاجات سلوكية تانية برضو بتتغير في حكاية التغذية يعني كثير من المدمنين بيأما بيأخذوا نوع من المخدرات بتخلي الشهية حقاتهم مفتوحة وبيأكلوا بطريقة كثيرة جدا جدا الأم بتلاحظة التغير ده أو بيحصل العكس تماما في نوع آخر من المخدرات بتأثر على الشهية وبنلقى إنه ما في شهية وإنه بينوموا طول اليوم أو منزويين أو براهم وبينسوا حكاية الأكل والشراب ممكن لا فطور لا غدا لا عشاء النقاط دي برضو نقاط مهمة جدا في التغيير حتى بتاع الأصحاب يعني ممكن يخلي الأصحاب بتاعنا الدراسة أو يخلي الأصحاب بتعرفهم الأم الأصحاب الكويسين ويكون عنده أصحاب تانين برضو النقطة دي نقطة مهمة جدا جدا في حكاية تغيير الأصحاب في تانية نقطة مهمة حكاية النوم يعني فيه نوع من المخدرات بيخلي زول مصاب بأرق ما بينوم ممكن يقول لك اليوم حدي بكرة يومين ثلاثة ما يكون نايم ويكون تعبان جدا جدا وفيه مخدرات العكس بتخلي حكاية النوم تكون بزيادة ونوم طويل 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 لمسافات طويلة كثير من المخدرات بتعمل إترابات أو أعراض جسدية بتشبه أمراض تانية يعني مثلا بتلقي فيه نوع من المخدرات ممكن يخلي زول تقيق لدرجة شديدة يعني ودي بيساعد في الهزال حقه بالإضافة للنوم ساعات كثيرة بالإضافة لإنه شهدته بتكون مكفولة فبكون عنده نقص في مواد غذائية مهمة بتسبب له أعراض بتكون واضحة من الخارج فياريت لو أنحنا انتبهنا لكل الحاجات دي والأم كانت لصيقة جدا بأبناء عشان أول بأول أنحنا نكتشف المدمن ونسرح في علاجه لو لاحظت الأم واحدة من الأعراض التي احنا ذكرناها دي يا ريت هي والأب يعني التجهوء للمزئولين يعني فيه ناس متخصصين في علاج الإدمان في اكتشاف الإدمان والطبيب النفسي برضو فيه باب مهم عندهم باب العلاج من الإدمان يا ريت لو اتوجهنا لأي طبيب نفسي في أنه يساعدنا في اكتشاف الأبناء إذا كان دخلوا لمخاطر الإدمان وإن شاء الله يا رب العالمين ما يكون عندنا أي مدمن في البيت والأولاد كلهم والبنات يكونوا معافيين وما الصحة والعافية خليكم معانا في الفقر الجاية مرحب بكل الانضمن لمتابعة برنامج العيادة وصلنا لفقرة مهمة جدا جدا فقرة الصيدلية فقرة الصيدلية ومهمة كمان في موضوعنا لكثير من الأدوية موجودة في الصيدلية بتعالج حاجات مهمة وخصوصا فيما يتعلق بالجهاز العصبي للإنسان ولكن هذه الأدوية قد تغود للإدمان للناس القاصدين الحاجة يعني الطبيب دائما بيكتب جرعة ما بتأدي للإدمان لكن في ناس بيعرفوا إنه الحبوب دي ممكن تكون مخدرة وبيجي أخذها من الصيدلية بغرض الإدمان كيف بيتصرف الصيدلي كيف بيتصرف الطبيب الصيدلي في الحتة دي بالذات ولو كانت الرشادات مضروبة وكيف يعرفنا مضروبة وما مضروبة ده هيكون محورنا ليلة في فقرة الصيدلية وضيفنا دكتور أحمد عثمان وإحنا ضيوفه في صيدلية بايوفارمتي شارع مكة مرحباك دكتور أحمد عثمان ومزئولية كبيرة أنت بتقعبها لما نجيك هل هو عيان ولا ما عيان هل الدوة ده الرشادة مضروبة وما مضروبة بتتصرفوا كيف الحتة دي طبعا مشكلة دي مشكلة كبيرة جدا بتواجهنا نحن كصياطلة في أن نحن نعرف كيف الرشادة مضروبة وما مضروبة لكن إحنا من الجامعة درسونا أنه كيف تأخذ الدوة بتعسير نسترك في درج معين أو مخصص معين يكون بعيد على نظر المدمن لأنه المدمن اللي وقع في عين والهناية حيقول لك يا حيصير عليك صارة جديدة وانت ما بتقدر تسيطر عليهم ما معروف ممكن يعمل لك شونه ممكن يضربك ممكن وفي بعض الأحيان بتكون شغالة بيت ممكن يتخاف تخاف أنه الانفعال رد الفعل بتاعه أنه يضربه وكده 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 ممكن ترديه عادي إذن ما بتكون ظاهرة في درج مخصص حيك تجي هذا العصر نعم طبعا نعم أدوية تسيطر للناس كلها بتكون في درج مخصص نعم وتكون قاعدة برا بيننا نشوفها المدمن طيب الرشدة بالنسبة للرشدة فيه رشدة خضراء رشدة الخضراء دي هي بتجي من الدية للعيان بيأخدها من الدكتور بتكون مختمة باختي من المستشفى نعم وبتجي برشدة خضراء نعم يعني دي رشدة برا خالص رشدة الخضراء دي نعم فيه أدوية برضو لكن دي ممكن ما بتحتاج رشدة خضراء نعم لأدي هي مشكلة حقيقية هي بتوايحنا إحنا كصيادة نعم لكن رشدة خضراء دي برشدة خضراء فيه أدوية لازم رشدة خضراء نعم تتخلي معاك رشدة من الرشدتات دي عندك وتصف على أساس الدواء على أساس الرشدة الخضراء دي انت بتجي تستلم منها من الشركة تاني برشدة خضراء نعم يعني رشدة خضراء دي حرصا على إنه الناس ما تدخل في حتة إحدى دي المان دي زي رامدول أو غيره من الأدوية مثلا دي إلا برشدة خضراء صح؟ طبعا نعم وإلا في حتات معين وإلا في حتات محددة أيوة 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 فيه أدوية تاني ممكن هي بتلقى فيها المشكلة بتاعتين إنه رشدة بتجي مضروبة نعم يعني رشدة بتجي مختمة مرات من خطي من المستشفى بتجي شدة مختمة مضروبة ممكن يكونوا مصورين بسكنر أيوة نعم يكونوا مصورين بسكنر يجيبها لك أنت في الصيدرية طبعا ممكن مرات ما تعرفها لأننا مصورة بسكنر صح ما عداك أنت بتشوفها على حسب الهناي كيف فيلو شتات تاني بصورها بسكنر ويكتبها براهم عشان يكتبوا تاريخ جديد تاريخ جديد يعني بيصوروا ختم بتعدي الطبيب بتاع الزامة وكده وكده أيوة بيصوروها بياخدوها بسكنر بيكتبها براهم دي مشكلة كبيرة يعني زول المدمن ده بيبقى مجرم وزول المدمن ده بيبقى مزور وبيبقى كل حاجة طبعا زي دي طبعا صعب إنه زول يعني يعرفها يعني والله يا أخي صعب إنه يعرفها وسهل إنه يعرفها ما هو طبعا الحيئة بتاع الزول ذاتها بيجيك انت بتكون عارفه نعم هنا في صيدرات المجتمع إنه طبعا الناس بيتجيه أول حاجة بيقتل صيدرات المجتمع أيوة بيجوك في الصيدرية عشكال وانواع بيقدر تميز بين زول مدمين أول ما مدمين فبكون في تصرفاته هو واضح إنه هو زول مدمين وهو زول ما مدمين فعلا بعدين حتى لو إنت غلطت تصرط عليه إنك كنت خلاص خطت إنما دروشي انت مختمة صاححها هيجي تردد عليك ثاني أيوة فعلا حيتردد عليك كتير جدا فلما نتردد عليك كتير جدا إنت هتعرفه إنت هتعرفه دي طورة الرحمد حصلت ليك حالية زي دي كتير كتير كيف طبعاً أنت أسلم حل أن تصرف معه و تقول له ما عندنا ما موجود ما تخوش معه في نغاش صح أسلم حل أن تقول له ما فيه الدواء يا أخي والله يخلص مننا أو ما فيه أو أنت خلاص لو أنت حصل لأنك تصرفت له بحسن أنه يتوسطه فيه أو حتى لو رشدة صحيحة 100% بيكتب أنه تم صرف الدواء يعني تم صرف 14 حبة لو شاناً مثلاً 20 حبة أيوة نكتب له تم صرف كذا نعم لأنه شما يعيدوا استخدام رشدة مرة أخرى أيوة يعني فيه دواء يكون مكتوب مثلاً 60 حبة بس ما بيستمروا فيه دواء باستمرار باستمرار لمدة ثلاث شهور نعم بيقوم لازم بالصيدلي هو عندي ممكن فيه صيدليات ممكن ما تتبهي لها لكن دي حاية مهمة جداً جداً أنه لازم بالصيادلة ينتبهوا لي حتة دي نعم أنه لازم تكتب في أي رشدة أنه تم صرف كذا أيوة يعني تم صرف 20 حبة تم صرف كذا دي حاية مهمة جداً لأنه إعادة بأيده رشدة أيوة بعد أن تحياة خطيرة جداً جداً نعم يديدة يعني حاصلة يعني محزلة اها بيشتروا الدواء وبيعوا برا ثاني يعني بالرشدة المضروبة دي لو اشتروا منك بيشيلوا ويبيعوا برا كماذا مقدرة للمدمنين نحن لحكاية طيب هل الرشدات الخضرية دي بعد ذلك بيتم جمعة في نهاية الشهر بتمشي لين الرشدة الخضرية أنتو بتكونوا اشتروا من النات الرشدة الخضرية طبعاً هو ما بتشيل منه دواء باستمرار دواء باستمرار ما بتشيل منه لكن لو دت جرعة تقامل ممكن تسحابه منه لكن لو جرعة مستمر فيها ما حتى تقدر تشيلها منه أقول لك لا الرشدة تانا دواء ده لمدة ثلاث شهور حيب من وين ده زي ده ده ما اصلاً جورة الخضرية طبعاً انت زوال ترستد بالنسبة لك إن زوال فعلاً لدي الرشدة الخضرية ما في اثنين ثلاثة لكن مشكلة نحن في الرشدة بيجيك مضروبة بمستشفيات مختمة بيختم يعني ده يقول لك أنا يعني رشدة طيب دكتور أحمد انتو يعني في زمنكم أخدتوا نصائح مهمة من ناس مهمين وانت أسسين على ناس كثير في الصيدلة هل هناك وصايا مهمة تقدر تقولها لكل مجتمع الصيادلة عشان يقدر يدعامله وبالتكنيك وبيحذر من الحتة دي أنا نصحتي اليوم بس انه هم يحافظوا على نفسهم في النهاية ففي النهاية تزول مدمين فهو ممكن يتهجم عليك في أي لحظة أسلم حل انك انت تقول مافي لو انت شكيت في لو واحد في المية شكيت ما تصرفها نهايي ما تصرف الرشدة نهايي ركزوا دايما في التواريخ دايما رشدة مضروبة بتكون فيها بتكون فيها غلط دايما سيكون فيها غلط بتاع انه ما مكتوب ما مكتوب الجرعة ما مكتوبة لاستعمال كيف طبعا الطبيب مستحيل ينسى حياة زي دي ممكن يكون تجيك من غير اسم نعم دي حياة كلها مكتركة وانت شكيت لو لو واحد ما تصرف الدولة نهائيا نهائي ما تصرف الدولة نعم لانه ممكن الناس تلقى على صغلات كثيرة جدا دي ترحمة طيبة هل في خطة لي قدام انه الادوية دي كلها تتجمع في حتات محددة 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 تكون تحت رقابة ويكون في يعني سكورتي مع الزول او كده هل ده اسلم ليكم واحسن وانه خطوصا انه الصيدلانيات البنات بيقوا في زياد يعني طبعا انت شان تجينا برس كده زي ما قلنا انه من اول يعني قلنا انه خطة في حتة معينة خطة في مخزن براو يعني انا قضي انه الصيدليات بتكون فيها الادوية المخدرة دي تكون صيدلات قائمة بذاتة يعني معروفة انه كيزة صيدلية بيصرف منا نعم تحت رقابة مشددة اكتر وسكورتي اكتر وكده هل في اتجاه للحاجة دي ولا ما فيه انا ما اظنى تكون في اتجاه للحاجة دي نعم لكن اصلا الصيدليات طبعا كلها مزئوليات واحدة نعم الصيدلي مزئوليت واحدة في الاتحاجة دي لكن مشكلة ممكن الادوية ممكن تجيب فادو يبتجي بمبرة مهربة وللأسف تتبع للشباب هنا نعم والشباب اللي هنا كثير مدمنين الحبوب نعم مدمنين الحبوب كثير جدا جدا يعني يجب تجيك الفئة بتاعت الجامعات اكتر صح وهل العالم ده دخلو طبعا للأسف بنات واولاد صح طبعا والله إزبادة البنات كمان بقد اكتر بقد اكتر وبتلاحظوا للحاجة دي يسافدنا مننا كثير لان بقولوا ان البيت يعني بتقدر تشيل بالساهل اه فدخل البيت فدخل الوقت فدخل الوقت الصرفة للدواء بيكون بطريقة اسهل دي نقاط مهمة جدا انت ذكرت دكتور احمد تحب تقول حاجة في خطام فغرتنا الليلة اه والله انا باشكر يعني الاصدافة الجميلة دي واشكر دكتور ايمان واشكر بروف الحمد الجمال على الاصدافة الجميلة دي وان شاء الله يعني تكون صديق للبرنامج ونستفيد منك كثير ان شاء الله ان شاء الله يكون قدم لكم حياة ممكن الناس التفيد منها وان شاء الله كل السيادلة وكل الناس في الصيدليات يعني اذا كان مساعد صيدلي وكده ياريت انه زي ما قال دكتور احمد يعني ندقق في الرشدة المقدمة لانه التاريخ الامضة حقت الدكتور في انه ما معمول لبي اسكانر او مطبوعة او الرشدة ما تكون مكررة وتسمى صرفها في كل الاحوال لو انت حسيت انك ما متمئن للشخص اللي انت بتصرف له زي ما قال دكتور احمد الرجاع عدم صرف الدواء يعني لانه يعني حكاية الادمان والمضمنين بيجاز في الزياز فعشان كده ياريت الرشدة تكون جديدة ومخطومة واسم الدكتور واضح حتى ان يتم صرف الدواء شكرا لك دكتور احمد وشكرا لكل التابعة وانا او دي كانت فغرة الصيدلية خليكم معانا في الفغرة الجائية مرحباكم في فغرة مهمة برضو احنا هنتكلم في فغراتنا دي على اهم التغيرات على مصهر الشخص المدمن طبعا لانه الادمان بيخلي زي ما ذكرنا ان احنا اكله قليل جدا او انسى موضع الاكل ونومه يكون كتير فبكون في فقد العناصر الغذائية مهمة جدا جدا فاذا كان الشخص مدمن لنوع من المخدرات اللي بتخليه نايم طوله اليوم مشاهدته مكفولة فهتكون نقص العناصر الغذائية ده باين عليه جدا يعني ممكن نلقاه بيجا نحيل جدا ضيب جدا لانه فوت الفطور والغدا والعشا او بيجا ما بيهتم بجانب الغذاء ده بس هم الوحيد انه تحصل على المخدر وياخده فاكيد هيتأثر البشرة وهيتأثر الشعر وهيتأثر حتى العيون وكل الاعضاء الداخلية كمان بنقص المواد الغذائية انحنا كاخصائيين بتاع جلدية بنهتمك بالمصهر الخارجي جدا وممكن احنا نعرف الزول المدمن من الهيئة العامة حقبته فقده للمواد الغذائية المهمة بيخلي البشرة شاحبة جدا يعني بيكون في شحوب في البشرة بطريقة فضيعة فقده لعناصر غذائية مهمة زي البروتين وهي مهمة جدا في تصنيع الكولاجين بيخلي انه ممكن تشوفه اكبر من عمره ممكن تكون عنده تجاعيد مبكرة فقده لعناصر غذائية مهمة زي الحديد والزنك والبروتينات ممكن تخلي يكون في تساقط في الشعر بطريقة رهيبة وواضحة وتكون مزعجة لو كانت المدمنة بيت كمان يعني بتكون تساقط بتاع الشعر بيقى تساقط كتير جدا لانه بتكون بعدة شهور وهي فقده للبروتين بيقى واضح على البشرة وفقده للبروتين واضح كمان على الشعر كما مهم جدا انحنا نشوف فقده عناصر الغذائية حتى في اضافر المدمن يعني ممكن تسهر بقع بيضاء والاضافر تكون هشة جدا وتقع بسهولة فدي برض من العلامات المهمة عيون المدمن علامة مهمة جدا جدا يعني احنا اول ما نشوف المدمن احنا ممكن نشوف هالات كتيرة جدا من السهر النوع اللي بيساهر مدة طويلة وما بينون بارتياح او فقد عناصر الغذائية مهمة بتكون عندهم هالات واضحة جدا لانه بيكون مساهر طول الليل وبنلقى عندهم عيون حمراء عينه ذاته بتكون حمراء واضحة جدا ومرهقة جدا فدي نقاط مهمة احنا لازم ننتبه ليها الهالات زي ما ذكرنا في العيون العيون الحمراء زي ما ذكرنا تساقط في الشعر كتير جدا من الشحوب وعلامات بتاع الشحوخة مبكرة اي عنصر غذائي عنده دوره في بشرة وعنده دوره في الشعر وعنده دوره في الأظافر نقص البروتين معناه تساقط فضيح في الشعر معناه تفقد الشعر بالتدريج لدرجة انه المدمنين ممكن بعد سنوات من الإدمان شعره بيبقى بسيط جدا جدا حتى الهزال بيكون واضح يعني الزول بيكون بيقى ضعيف لدرجة مبالغ فيها لانه تقريبا شهدته مكفولة تماما بالمخدر اللي هو بياخده ده لو الام دايرة تنتبه زيادة كمان بنلقى المحل بتاع الحقن اذا كانت النوع المخدر من النوع اللي بيتحقم بيهو نلقى المكان بتاع الحقن في الساعد او في اليد دي من العلامات المهمة والظاهرة يعني اصلا ما دا ريلايتنا انت لو لو بيقى ما بيلبس يعني كون قصير او بيحاول يديس يدينه طوالي بالكمة الطويل دي برضو علامة مهمة جدا يعني وجود اكتر من ضربة بتاعت حقنة او حتات مخدرة في اليدين دي علامة انه هو بياخد النوع المخدرات الفضيعة اللي بتتاخد بالوريد دي علامات مهمة جدا زي احنا ما ذكرنا برضو من العلامات حكاية الرجفة الحياة دي كلها والتغذية والحاجات دي ما بس بتصهر في الجلد وفي الشعر زي ما ذكرنا في العيون وبتهمنا احنا اخصائية اجلية حتى التخصصات التانية كلها بنلقى المريض بتاع الشخص المدمن دا هيمشي على كل الاخسام التانية حتى الباطنية من وجود اسهال مزمن امساك مزمن حتى بنلقاهم مشو لدكاترة النفسية اكتئاب غير وبرضو بنلقاهم مشو لدكتور الاحصاب بنلقاهم برضو مشو لدكتور النساء والولاد في اضطرابات داخلية هرمونية فالمادة المخدرة بتنتهي من الجسم خارجيا وداخليا فياريت كل الناس اللي بسمعوني لو عندهم اي شخص مصاب يعني اي شخص مدمن او بيعرفوا في محيطهم اي شخص مدمن ياريت انه يساعدون مبكرا قبل ما الاعراض الطفيفة اللي بتكون ظاهرة دي تبقى اعراض مميتة وقاتلة اه وممكن النهاية تبقى فضيعة حقيقة للادمان احنا نتمنى انه يكون ما في اي مدمن ان شاء الله لا في السودان ولا في العالم اه لانه دي يعني 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 يفتكر انه زول المدمن ده زول ميت يعني زول غير منتج وما عنده طموح وما عنده مال وما عنده مستقبل ما هيبقى عنده مستقبل الا بوقف المخدرات والادمان فياريت ان احنا نساعد اي مدمن احنا بنعرفه وبنوديه للعلاد وان شاء الله بيرجح شخص معافة وشخص سليم وان شاء الله تكونوا يستفيدتم من فغرتنا ويلا معانا للفغرة الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحب بكل الانضم ولمتابعة برنامج العيادة وفغرتنا مهمة جدا عن الادمان وما هو الفرق بين السموم والعقاقير وما هو العلامات المهمة جدا لزول المدمن وكيف نكتشف الادمان وزول المدمن في البيت وما هي انواع الادمان ذاته الادمان بيضا يكون منتشر جدا في الجامعات وفي المدارس للأسف لا بد من مكافحة الادمان والمدمنين وانتشار الادمان والسيطر عليه وانا سعيدة جدا انه يكون دافي للفقرة دي اللواء الشرطة حقوقي بروفيسر احمد عوض الجمل الاستشار السموم والعقاقير الطبية المجلس الطبي السوداني وهو ايضا عميد محدة الادلة الجنائية ومدير مركز السموم بجامعة الرباط الوطني وهو ايضا المستشار العلمي للإدارة العامة لمكافحة المخدرات ورئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية السودانية وكثير كمان في سي بي بس انا اختصرتها لضيغ الوقت تعذرنا سعادة اللواء ومرحبا بك في برنامج العيادة مرحبا لدكتورة دكتورة ايمان وشكرا لك على هذه الاستضافة وفي البداية في بداية الحديث نترحم على رواح الشهداء ودعواتنا للمصابين بعاجل الشفاء بإذن الله تعالى والتحية لقوات الشرطة السودانية وهي تؤكد على دورها التاريخي ورسالتها في تأكيد ونشر الأمن والسلام والاستغرار في ربوع البلاد وتحية للجيش الأبيض الذي يقود منذ أيام طويلة هذه الحرب الشرسة ضد الوباء قوي جدا وباء الكورونا وتحية لكل الأبناء الشعب السوداني والجميع المشاهدين لخناة الشروق ولبرنامجك الناجح شكرا لك سعادة اللواء وكثير في خلطه لبس بين علم السموم وعلاقته بالمخدرات هل في فرق بيناتهم هل لهم حاجة واحدة فده محورنا الأولة دكتور نعم طبعا للسموم نحن في مركز السموم بنتعامل مع أي مادة على أساسنا هي يعني مادة محتملة لإحداث التسمم يعني وبينفرق ما بين السموم كمواد سامة وما بين التسمم الممكن يحصل حتى من مواد قد نحتبرها إلى حد ما آمنة لكن طبعا العالم برسلسس اللي هو ده أبو السموم قال لنا والله يا أخي ما في مادة آمنة تماما الفرق بس إنه المادة تحصل أو تحصل الحد اللي بتعمل به تسمم فأي مادة ممكن تعمل تسمم يعني يعني اللحوم لو أخذوها بكمية كبيرة ممكن تعمل مرض القاوت أو النقرس الموية دي ذات ممكن تعمل تسمم الأدوية طبعا بتختلف من ما بين مواد يعني عندها نافذة علاجية واسعة اللي تتناول منها كمية كبيرة ما بتعمل يعني تسمم وما بين أدوية عندها نافذة علاجية ضيقة جدا أقل خلل في الجرعة ممكن يعمل تسمم نعم فإنحنا من هذا المنطلق نجي لسؤالك إنه العلاقة ما بين المخدرات والسموم نعم نحن بنعتبر أنه المخدرات هي مواد طبية مهمة جدا تستخدم يعني باستخدامات كثيرة الأطباء بيصفوها في حالات مختلفة ولكن في لحظة من اللحظات سوء استخدام أو طريقة بتاعة يعني تعامل معها بطريقة خطأ بيتحول لسموم نعم وبدرجات يعني بيتحول لسموم ممكن تصل إلى مرحلة بتاعتينها تهدي إلى الموت أو الوفاء أو الامتحار أو الارتكاب جرائم تأذي الناس تأذي الشخص ذاته نعم أو تأذي الإنسان في يعني الأجهزة الحيوية بتاعته نعم كثير من الناس بتفتكر أنه يعني في سن المراهقة وكثير من الناس بيتجرب المخدرات مرة مرتين وما في مشكلة لأنه بعد ذلك هيبطل وبيستكرو أنه ما فيها مخاطر كثيرة على الجسم أكيد ده كلام ما صح وإنت هتوضح لنا النقطة دي بالذات مخاطر المخدرات على الشخص المتعاطي نعم وطبعا يعني كثير من الناس حسي مما تتكلم عن المخدرات وكذا يقول لك أنا الحمد لله يا أولادي يعني في مأمن الحاجة ما في كلام زيدة ما في إنسان يعني آمن ما في أمان من إنه يعني ده شيء أي إنسان معرض لإنه يخش في هذا الدائرة أو تعاطي ما دام في ناس شغالين عشان يدخلوا الناس فيها نعم فمسألة الطريقة أو الخطوات التي تقود إلى الإدمان هي دائما تكون في أغلب الأحيان خطوات تجريبية يعني الشخص بيكون دار يجرب خاصة في السن المعروف عنها إنها يعني الإنسان بيكون فيها كثير التجارب يحب يجرب وكذا زي مرحلة الشباب والمراهغة وكذا وبعد ذلك بتجي المرحلة بتاعتهن التواجد الاجتماعي وسط يعني ناس يميلوا إلى استخدام المخدرات ولا كذا نعم في بعض الناس بيكونوا بيستجيبوا للدعوة الخاطئة جدا والدعوة اللي هي يعني مرتبة ومنظمة اللي بتقول لي منه تعاطي المخدرات ممكن يقود إلى تحمل الألم أو لإبداع أو للفنون أو لكجوز منه فدي كلها هي الأشياء اللي بتخلي الإنسان تقود إلى إنه يخش في هذا المشكلة أو خارقة أو نسيان لهموم أبس تكروا كذا يعني بداية تجيب كذا يعني أو إنها هي حل يعني باعتبار أنها حلول لبعض المشاكل وطبعا دي كلها أشياء يعني الناس عرفوا إنها هي ما بتأدي إلى إلى هذه الحلول وكذا لكن الحقيقة هو العالم بتاعه هو عالم يعني فيه كثير من الإغراءات بتقدمه الجهات المافية يعني بتاعتها المخدرات بتعمل إغراءات تخليق من المخدرات دي عالم يكون الإنسان عنده رغبة إنه يخش فيه أو يدعامل معه أو كذا ودائما الإنسان بدخل وبيبقى الخروج صعب من الدائرة دي لكن عموما يعني شأن نقول الإدمان يعني هو المرحلة اللي بيكون فيها تعاطي لمادة تأثر على الجهاز العصبي المركزي تقود إلى ما يعرف بالتحمل اللي هو يعني تعمل للإنسان أثر معين إحساس معين والإحساس ده يبقى كل مرة داير له جرعة أعلى عشان يحصل بدي اسمه التحمل وبعد ذاك بيبشي الإنسان لمرحلة بتعرف بإسم الاعتماد أو اللي هو ده الإسم العلمي يعني للإدمان وده خصايصه إنه الإنسان لا يستطيع التوقف فجأة فجأة يعني ما ما بطريقة تدريجية ما يجعل يتوقف طوالي يقرر إنه أنا خلاص يعني ما بيجعل توقف ديالكتور بتختلف من زول لزول يعني مثلا في البداية الناس الأسة بيقربوا في البداية ودارين يوقفوا كده لو وقفوا مع الأعراض الانسحابية ما بتكون في مشكلة ما محتاج إلي مراكز يعني ممكن يوقفوا فجأة ولا في ناس إلا تصل مراحل محددة بعد شهور حتى بتكون عندهم مشكلة إنه يوقفوا من المخدر ده سؤال طبعا ممتاز جدا يعني هما الناس في ناس في مرحلة تجريب ناس في مرحلة ما وصلوا فيها لمرحلة الاحتماد المرتبطة بالأعراض الانسحابية الأعراض الانسحابية يعني كده الإنسان وصل مرحلة بعد ما يقدر يقيف لو وقف هيصاب بمرض هيصاب بأعراض خطرة جدا وتعتمد الأعراض دي بتختلف حسب نوع المادة حسب نوع المخدر قوتها وفترتها وكده بالنسبة للسؤال بتاعك إنه هل الإنسان يقدر يقيف في أي مرحلة في أي مرحلة الإنسان يقدر يتوقف عن استخدام المخدرات ويعني يستمر في حياته العادية ما لم يكون وصل مرحلة الاحتماد المرتبط بالأعراض الانسحابية نعم لو وصل للاحتماد في الحالة دي دير مساعدة مرى الوقوف دائر مساعدة دائر مركز علاج دائر مركز يعني يعادة تأهيل دائر دائر يعني مساعدة ودعم نفسي دائر يعني دعم من الأسرة وكده يعني بيكون خلاص بصلا المرحلة إنه يعني هو دائر 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 إمكانيات كبيرة عشان ما يقدر يرجع لحياة يرجع لحياة طبيعية دي مرحلة مدري للناس تصليها دي طبعا الإنسان بيصليها إذا إذا هو استمر في التعاطي بطريقة ممتزمة يعني وبطريقة فيها يعني بدأ التصليح حكاة التحمل بدأ يمارس هذا التحمل يزيد في الجرعة كل مرة عشان نفس الإحساس ولكن الشيء المهم برضو إنه كمان المخدرات دي مقسمة لأنواع كثيرة جدا وكده فكل واحدة من المخدرات دي عندها فترة زمنية معينة والجرعات معينة بتقود للإدمان أيوه يعني في بعض المواد الأفيونية بالذات زي الهيروين مثلا ده إذا الشخص يستخدموا لفترة وجيزة يعني بيتحول لإدمان وتحول لإحتماد وتبدأ التكاية صعبة جدا أيوه حاجات خطرة جدا طيب دكتور كده أنا دائرات تحكي لي تجارب يعني تكون حزينة ودي بتكون عزة لناس كثيرة بدل الإدمان أو أصحابهم المخلطين لهم أو كده فإنتوا يعني عايشتوا أسر وعايشتوا مشاكل كثيرة أديني نماذج كده نعم نعم هي طبعا يعني نحن لفترة كده كنا بنفتكر إنه المجتمع السوداني فيه مواد فقط هي المواد اللي بتزرع في السودان زي المفتقات القنب زي البنجو زي كده لكن يمكن في يعني نهايات التمانينات كده ومع يعني ظهور حركة بتاعة يعني مراقبة للهروين بالذاته كده بدأ يحصل نوع من يعني الاستخدام للهروين في السودان نعم نعم ونحن عاصرنا يعني الحالات تحت الوفاة يعني يمكن كان فيهم نساء سودانيات وكان فيهم رجال وكانت الوفاة تحدث لأسباب إنه تعاطي مادة الهروين نحن لا نجينا نعاين للحاجة دي نشوف الأسباب بتاعة التعاطي دي يعني هل هو الشخص كان بتعاطي ومات يعني بيه فلقين إنه في واحدهم بتكون الجرعة زايدة وزيادة الجرعة ما بتكون من الشخص ذاته مرات بتكون من طريقة إعداد الهروين للتوزيع فيكون تم إعداده في مرحلة من المراحل بتركيز قليل يعني قولي خمسة في المئة ولا كده والشخص يكون بدأ يعتاد على هذه الجرعة بيأخذوها أغلب المدمنين ديال بيأخذوها بالحقم يعني نعم وفيه التراكيز تانية من يدبر التجار ممكن تكون عشرة في المئة فيجي يأخذ الجرعة نفس الجرعة اللي كان بيأخذها لكن التركيز الآن بيقى مضاعف وتحدث الوفاة جرعة زايدة لكن مرات بيكون الوفاة نتيجة لوجود استخدام للهروين مثلا معاو مادة تانية بتأثر على الجهاز العصب المركزي تعمل تصبيت للجهاز يعني تسموها زي الفينو باربيتون زي المواد اللي يمكن أن تكون تتسبب في عملية ما يعرف بالسينيرجيستيك يعني يعني التعاضض ما بين الدواين عشان يعمل أثر قوي جدا أكبر من أثر كل دوا براوي تلقي أنه مثلا جرعة بتاعة هيروين ما بتقتل الشخص العادي لكن لما يأخذها مع مادة تانية تأدي إلى الوفاة اللي هو جزء من الشغل عادة بيكون في يعني المدمنين دل بيكون مدمنين لأكتر من نوع عادة ولا بيضمنوا نوع واحد ومشى عليه ده برضو سؤال مهم جدا لأنه في حاجة يعني في مرات بعض الناس بيحدث لهم نوع من الرغبة في تعاطي أنواع مختلفة يعني اللي هو يعني ينساغوا ورى موضة معينة ظهرت يعني لمن ظهر الكوكيين الناس كانوا بيأخذوا الكوكيين ظهر بعده الكراك ففي ناس يتحولوا للكراك وفي ناس يعني كانوا بيفتكروا إنه لا الكراك ده يعني مادة طبيعية وكده وبتا نمشي للأنفيتامين اللي هو ده مادة مصنعة ومشتاقاته طبعا خطرة جدا يمكن يعني كلنا شفنا حوادس عنف كثيرة جدا تمت تحت يعني تأثير هذه المادة فهي مسألة الاستخدام لأكتر من مادة دي بتكون واحدة من الأسباب الممكن تأدي إلى إنه الشخص يصاب بأثار خطرة جدا خطر يتأدي للموت يعني يعني الخطر بتاع الإدمان ده ما بس على المدمن يا دكتور على المدمن على أسرته على المرأة لو كانت حاملة دي يعني أخطر الأنواع يعني كنت بتظلم حتى جنينك ده ما شاف الدنيا دي وممكن تكون فيه مخاطر كثيرة تكلمنا عن النغات دي تأثير الإدمان على الأسرة تأثير الإدماء المدمن المدمنة على جنينة وهي حامل وديها نفتكر جريمة يعني أيوة نحنا يعني من بدل الناس عارفين حاجة بيسموها إنه يعني أعراض أعراض التسمم بالكحول لدى الأطفال نعم الفيتالالكوهول سندروم أيوة ودي بتجي من يعني تعاطي الأم للكحول عشان كده بيمنعهم إنه يشربوا الكحول نعم واللي هي فيها تشوهات يعني نعم تصهر في الوش ومرات لكن تكون قوية جدا تأثير على القلب وكده لكن آه يمكن أنا أقول لك مادتين إذا يستخدمتهم الحامل ممكن تكون فيها تشوهات قوية جدا أه أه الأفيونات ودائما نبركز على الهيروين لأنه هو الأكثر انتشارا والأغلى وأخذ له يعني راو كبير جدا نعم رغم أنه حسي جات خشت حاجات سحبة البصات منه لكن الهيروين استخدامه أثناء الحمل يمكن أن يقود إلى أنه الطفل المولود طوالي في نفس لحظة الولادة يكون مدمن يطلع مدمن يكونوا مرات عارفين السبب مرات له متابعين يكونوا يعني عارفين ويبدوا يعالجوا بالطريقة بتاعت العلاج بتاعت الإنسان المدمن لكن ده يعني واحدة من الحاجات التشوهات اللي بتحصل نتيجة لاستخدام الأفيونات وكده نعم لكن في مادة تاني نحن مضربية مثال رغم أنه الناس قدروا بعد ذلك يحاصروا هذا التشوه اللي هي مادة اسمها ثاليدومايد هذا الثاليدومايد هو مادة أنتجت الشركة اسمها تشيمي جرونسال شركة ألمانية صغيرة كده كانت لكن اكتشفت دوة وعجبة جداً كانت بتسعى لنا تعمل لها مضاعة حيوي أيوة ولكن يعني التجارب السريرية وردت أن الدوة ده أصبح حاجة سحرية يعالج الغثيان آلام الظهر التوتر نعم يعني الالتهابات المختلفة الأشياء أشياء كثيرة جداً في دوة واحد في دوة واحد وعنده خصائص قدر ما تستخدموا ما بأدي للتسمم بسهولة يعني زي ما قبل قلت النافذة العلاقية بتاعته وازعة فالفريق بين الجرعة اللي بتسمم والجرعة اللي بتعانج كبير فالناس بيستخدموا نعم الحاجة الثانية رغم أنه مادة مخدرة ليقولوا أنه ما بعمل ما يعرف بالهانجوفر يعني المزألة بتاعته الإحساس بالصداع والكده الحاجات اللي بتعمل المواد زي الكحول وزي الأدوية المخدرة وكده فالمهم الحاجات دي كلها خلته الأفضل لدى النساء بالذات في مرحلة الفيريس ترايميستر اللي هي الثلاثة شهور الأولى من الحيميل فاستخدموا كثير جداً فظهرت فجأة حالات بتاعت التشوق هذه الحالات إنه بعض الأطفال بدوا يولدوهم الكف ملصد مع السطر فده يسموه الفوكوميليا يعني يعني التشوه ده جميل هذه المادة المخدرة لأنه ما كان عمروا ليه التنسات ما كانت كافية ما كانت كافية والناس لاموا الشركة لكن لاموا أكثر الجهات الصدقة ديل يعني الـ FDA في أمريكا ما كانوا يصرحوا به وكان بيجي مهرب لكن ظهروا بعد ذاك السلادوميت بيبيس ديل وحسوا هم يعني في نهاية الخمسينات من عمرهم طبعاً جزء كبير منهم ماتوا والشركة عاقبت واتقفلت ودفعت تعويضات ضخمة جداً في نهاية التنسيئينات الشركة دي بدت تفتح تاني لأنه اكتشفوا انه الدودة من الأدوية القوية جداً اللي بتعالج الأجزام الليبروزي وبنجاح كبير جداً ويكفي فقط انه يكون في تحذير انه لا يستخدم أثناء فترة الحمل ورجح تاني يعني الآن بقى يستخدم فدي ويتورينا انه المخدرات أسرة ما بقون عليه كده ممكن يمتد لناس تانين وممكن يمتد للآخرين برضو من خلال الآثار بتاعت المادة المخدرة الممكن تعملها الوسع لأنه انت مع المادة دي وتحت تأثيره ممكن ترتكب يعني حاجس مروري يكتل ناس كتار جداً ممكن يعني يعني ممكن ترتكب قتل بتاعي ممكن تنتحل يعني فيها أشياء كثيرة جداً ده غير الحوادث الاختصاب الأشياء الممكن تحدث من جراء المواد المخدرة المهلوسة وللأسف الآن المواد الجديدة الزهرت يعني زماناً من المهلوسات الشهيرة كان البنكو طبعاً لكن الآن أصبحت مشتقات الأنفتمينات وبعض المخدرات والمؤسرات العقلية الجديدة الخصائص بتاعاتها المميزة إنها تقود إلى الهلوسة فهذه يعني هلوسة مع أنه كده أنه الناس بتعمل حسابة من أنه هذه المادة ما بتأزي الشخص فقط لكن ممكن تأزي الأسرة ممكن تأزي المجتمع ممكن تأزي يعني المحيطين بالشخص بلسر كثير من العبارات أنتو بتفهموه أكتر مننا وإحنا دالينك تفكرين التلاصم يعني نسمع عن مخاطر التعاطي الاحتفالي إحنا دالين نعرف دي يعني شنو وتقصدوا بها شنو انتو يعني هل بيسموه البنش طبعاً الخواجات يعني هو ده ديلا الناس اللي يعني بيجوا في وقت معين مثلاً في الويك انت ولا في كده في الحتادي وبعدين بيضعاتوا كميات كبيرة جداً من المواد وفيقوموا هم يعني بيفتكروها دي حاجة احتفالية فبيضيفوا كميات كبيرة جداً من الخمور مثلاً في عصائر في أشياء زي دي وبيشربوها بكباب كبيرة جداً وكده فدبقهم مرات جزء يعني نوع من الاحتفال في بعض الحتات مشكور جداً في بعض المجتمعات يعني الأوروبية والأمريكية وكده لكن المخاطر بتاعته انه الإنسان بيكون اضعات كمية كبيرة جداً والتأثير بتاعه قبل ما يصهر بيكون هو اضعات كمية تانية فيبدأ يحصل الانتصاص وتبدأ تحصل دائماً في يعني كثير من الأحيان التسمم الحاد جداً ويمكن شاهدناها لو في ناس بيحبوا الدراما في فيلم كان اسمه ال اي كونفيدنشيل اللي هو سري من لوس انجلوس ايو نعم اللي هو جابو الناس اللي كانوا عاملين البنش ده يعني محتفلين كانوا في نهاية اسبوع وقاموا بناء على الحكاية دي قاموا عملوا كثير جداً من العنف يعني ضد بعض المواطنيين ودي من الأشياء الناس دايماً بيتكلموا عنا انه تتجنب لانه دايماً بيشجعوا بعض الناس ايو صحيح دي من الأشياء اللي احنا خطر جداً نفتكر انها خطيرة طيب ساعة اللواء علاقة المخدرات بالدراسة والرياضة والفنون نعم دي من الحاجات يعني دايماً المافية بتاعت المخدرات شان تجذب الشباب وتجذب الأكداء فبتقوم بتاخد بعض النمازج النمازج دي يعني يعني طلاب في طلاب اسكياء جداً وفي طلاب يعني عندهم المخدرات عالية جداً يقوموا يختاروا مننن واحد ولا اثنين يكونوا ما اكتر من واحد في المية ايو فعلاً بيكونوا بياخدوا مخدرات فيقوموا يركزوا عليهم ويقول لك اخد زلدة تعرف لا من إدعاطى المخدرات دي ويزاكي يغفل المادة وكذلك الامر بان نسبة الرياضة يكون في رياضة مثلاً في إدعاطى ايو او اذا كان الفنون يكون في واحد مثلاً يقول لك اخد زلدة لا من إدعاطى المخدرات دي بأدي أداء عالي جداً من الفنانين المبدعين التاني لكن دي هنا دي هنا السياسة حقاً المخدرات دي تركز على الناس دي لتخلي الشباب لانه الشباب بيحبوا يعني الرمز بتاعهم وكده فجزء من الحب دي انه يعملوا حاجة تول بيعملها نعم نعم بعد ذاك دي لالناس دي للأسف الشديد غالباً بينتقوا في وقت يعني مبكر جداً بتكون حياتهم مأساوية لكن ما بنقضوه على الحاجة دي بيبشوا على جهتان يعملوا وهكذا وهكذا طيب يا دكتور هل الأسر اللي عندها ابناء دخلوا لدائرة الإدمان دي بيستعينوا بيكم؟ هل في مراكز للعلاج من الإدمان موجودة في السودان؟ وكيف يعني بيتم التعامل جواها؟ كيف جوا المراكز دي؟ طبعاً يعني يمكن نحن بحكم أنه برضو التواجد في وسائل الإعلام وكده وأنا حاسي بشكركم جداً والله على أنه يعني خليت لنا الاحتفال هذا العام باليوم العالمي لمكافحة المخدرات 26 يونيو بالرغم أنه احتفالي سفيري لكن زي الحلقة دي حاسي هي دعم الاحتفالات مشكولكم أنت طمعاً لتوعيدكم الاحتفالات باليوم العالمي بالمخدرات وكده فيمكن معرفة بعض الأسر بهذه الأنشطة وكده بتخلي الناس مرات التصوبينا يعني بالرغم من أنه نحن مجيها المناطبية العلاج ولجيها المناطبية يعني بيجوا يقول لك والله عندنا كذا وكذا وكذا فنحن بنقوم بإرشادهم لأنه شوين يعني لحد خمسة سنوات ولا كده ما كان في مراكز يعني متخصصة في العلاج الآن الحمد لله يمكن تكون في زي ثلاثة مراكز أو كده يعني طاغات استيعاب مختلفة لكن أصبح الآن هناك علاج مهني عالي جداً متخصص في الإدمان زي ما الناس بيجيبون يكون في مستشفى طاعت علاج نفسي جزء من العلاج بتاع المرضى النفسانيين بأمراضهم المختلفة بيتخشوا الناس المدمنين بيعتبر أنه ده يعني مرض مربوط بالجهاز العصبي المركزي وهو مرض نفسي وكذا لكن حاسي ديل بيخشوا بيدعالجوا بطريقة فيها متابعة فيها تأكد من المواد هل مادة واحدة يعني بيأخذ أكثر من مادة بيبدو لبرنامج دائماً فيه نوع من يعني التدرج وحاسي العالم بدرج طريقة العلاج يعني يكون مرحلة يسحب فيها المادة من الدم المضعاطي أو كذا إذا حصلت أعراض انسحابية يديوا حاجة تخفف الأعراض الانسحابية ولكن تكون أقلة في قوته ومغدرته على الإنمان بحيث أنه يسحبها تدريجياً وبعد ذلك يبدأ الجزء بتاع الاستشارات والتأكد من الشخص وبعد ذلك يأتي بعد ذلك الدعم أنه يخده فيه حتة بحيث أنه يغدر المستطاع إذا لقوا عنده هواية ينموا عنده طبعاً المسألة كلها مربوطة بأنه الوقت بتاعك بيتستخدمه كيف فإذا كان لقيت فيه حاجة بتحبها فيه حاجة بتستمتع بها هتشغلك وبتكون دي على حساب يعني المسألة الإدمان والأشياء الزيدي فأنا يعني أفتكر أنه فيه الآن فيه علاج فيه عادة تاهل ولكن نحن نحتاج الحقيقة يعني أنا دي لازم الواحد يقولها بكل صراحة محتاجين بمراكز حكومية مراكز كبيرة جداً مراكز يعني فيها أجهزة كويسة فيها كوادر بشرية جيدة لأنه مسألة الإدمان مسألة المخدرات الخسائر بتاعتها يعني هي خسائر كثير من الناس ما بشوفوها مباشرة شريحة مهمة شريحة المنتجة الشباب يعني بالضبط بالضبط يعني من بدايته خلاص كده وبعدين يعني العلاج ذاته بياخد وقت بياخد بأسر على وجود الشخص في العمل بتاعه يعني محتاجين لأنه يكون في مراكز متخصصة حكومية تشغالة بمعايير يعني عالمية يعني أنا يعني من برنامج ده بأفتكر أنه هذه الأشياء نحن ندعو لأنها تتوفر في أقرب وقت ممكن إن شاء الله ساعدت اللي وإحنا حقيقة استفدنا منك كتير وإن شاء الله انتبهوا لكلامك ده كل الأثر وإن شاء الله يعني يعني في نهاية السنة دي يعني نعم إنه جاتنا جائحة الكورونا لكن الكورونا حاجة ما بيد الإنسان لكن الإدمان ده نزول بمشي له وهو بياختياره يعني فإحنا بنتمنى أنه كل الأثر تكون أبناء معافيين تماماً وما ينساقوا إلى الإدمان والأثر تراقب بدري بدري كل الدلائل والأدلة اللي بتقول إنه الولد أو البيت ممكن يكون من المدمنين لغدر الله نشكرك حقيقة اللي واشر تحقوقي بروفيسور أحمد عوض الجمل يفسشار السموم والعقاقير الطبية مجلس الطب السوداني وإن شاء الله لقدام برضو إحنا هنساندكم جداً وإنتوا كمان توعياتكم لكل الأثر شكراً لكل التابع دي كانت حلقتنا الليلة عن مكافحة المخدرات 26 يونيو اليوم العالم من مكافحة المخدرات والتوعية ضد المخدرات دي كانت حلقتنا الليلة إن شاء الله استفدتم منها ونتلقى الأسبوع الداية في الموضوع الجديد وحلقة جديدة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة